مشاهدين الكرام أهلا ومرحبا بكم من جديد والملف الأفغاني والأوضاع الإنسانية والسياسية في أفغانستان والتي نقشها مع ضيفي في الأستاذيو الأستاذ عبدالجبار بهيج الكاتب والباحث الأفغاني أهلا ومرحبا بك أستاذ عبدالجبار أهلا بك في ظل هذه المواجهة الأوكرانية الروسية ما هي تأثيرات هذه المواجهة على الوضع في أفغانستان بداية تحياتي لكم ولمشاهديكم الأعزاء لا شك أن أفغانستان بعد الانسحاب الأمريكي من أفغانستان وبعد أن سيطرت إمارة أفغانستان الإسلامية على أفغانستان منذ غسط الماضي قضية الأفغانية أصبحت أهم قضايا على الطاولة للمجتمع الدولي لكن طبعا قضايا المنطقة وخاصة الحروب تؤثر بنوعا أو بآخر على القضية الأفغانية فبعض أن كان هناك نقاشات جدة بين طالبان وبين الاتحاد الأوروبي وبين طالبان والمتحدة الأمريكية سواء في داخل أفغانستان أو خارج أفغانستان منذ أيام وبعد أن كان هناك الصراع الأمريكي الروسي حول أوكرانيا طبعا أفغانستان لازال تحت دراس أو لازال اهتمام الأمريكي والروسي على القضية الأفغانية ولعل اجتماع الأمم المتحدة غدا أو في أيام القادمة قليلا ستدرس ملف أفغانستان لكن لا شك أن الحروب أثرت حيث أن منذ أيام أو منذ أسبوعين تقريبا على الأقل الملف لازال لم يدرس وكأن أفغانستان تواجه بطبيعة الحال يواجه أزمة في ظل أن الأفغان يواجهون أزمة شرسة في الاقتصاد في الظروف المعيشية السعبة الإمارات الأفغانستان الإسلامية اليوم ناشدت للأمريكية وناشد الآلم كذلك العالم أنها لا تريد أن تكون عبعا على أحد لكنها تريد أن يكون هناك تبادل العلاقات بين المجتمع الدولي وبين أفغانستان اليوم 28 فبراير يعني مرور سنتين على اتفاق الأمريكي الطالباني يعني اتفاق الدوحة الذي تم أو الذي مهد الطريقة للانسحاب الأمريكي والأطلسي من أفغانستان فبالتبعات الحال أفغانستان تمر على ظروف صعبة وليس هناك ومنذ أكثر من سبعة عشهر يعني لعلنا لا نبالغ أن نكون أنه في تاريخ المعاصر يعني تعامل المجتمع الدولي مع بلد ماء سواء جاءت في ظل أي ظروف الانقلاب العسكري ظروف سياسية اتفاقات نحن كأفغان لا نرى هناك حكومة شرعية معترفة دوليا رغم أنها يعني تقدم جميع الخدمات في أفغانستان للمواطن الأفغاني وفي ظل كل هذه الصراعات والمشاكل يعني المواطن الأفغاني اليوم يمر بظروف اقتصادية سعبة حيث أن الحكومة لا تستطيع أن تقدم خدمات عادية وخدمات يعني معيشية للمواطن الأفغاني مساعدات دولية من جهة أخرى تأتي وتبقى بدون أن تنبت نحن كان هناك مساعدات فقط وعودات أما على أرض الواقع لم يحصل أي تقدم في هذه المساعدات نعم يعني مساعدات وصلت للأسف أن المجتمع الدولي أو الأمم المتحدة بدأت تتعامل مع الحكومة الطالبانية إمارة أفغانستان الإسلامية كتعامل يعني تدخل في شؤون أفغانية مساعدات دولية تصل إلى أفغانستان الإمارة أفغانستان الإسلامية مهدت جميعا ما بإمكانها يعني الأجواء الآمنة للأعضاء في الأمم المتحدة أو على الأقل الذين يقدمون هذه المساعدات للشعب الأفغاني يعني الأجانب الذين يأتون إلى أفغانستان وافقوا على أن يكون هناك مساعدات لا تذهب مباشرة إلى الحكومة وإنما تأتي أو تنبذ عن طريق المؤسسات المحلية والأممية ووافقوا على بنك AIB أو بنك الأفغانستان الدولي وهو ليس بنك حكومي وإنما من أحد البنوك في قطاع الخاص لكن رغم ذلك لا زال هناك ملايين دولارات متواجدة في البنك ولم تصل إلى الشعب الأفغاني الفقير يعني هو نحن نمر على شتاء نعم الوضع الإنساني هناك لكن هل حكومة طالبان متفائلة من وعدات المجتمع الدولي ووعدات الأمريكية؟ طبعا لازل نقاشات الطرفين لازل قراءات تختلف تماما بين حركة طالبان أو بين إمارة أفغانستان الإسلامية وبين المجتمع الدولي اتفاق الدوحة ينص على أهم قضايا التي تساعد مستقبل أفغانستان أهمها شمولية النظام واحترام الحريات حقوق المرأة وما إلى ذلك يعني لازل شمولية النظام غير واضحة يعني مصطلح شمولية النظام بين حركة طالبان أو بين قيادات يعني لازل قراءة تختلف تماما المجتمع الدولي يصر على أن يكون هناك تواجد للرموز السابقين الذين كانوا متهمين بالفساد لا زالوا متهمين بكل ما يتهم به هؤلاء الذين كانوا متواجدين في ظل الاحتلال الأمريكي في أفغانستان لكن المجتمع الدولي طلباتها وكأنها ليست طلبات كدولة طلبات من دولة مستقلة طلبات تدخل في شؤون أفغانية يعني كان هناك طلبات واضحة أن الطالبان أعطوا ضمانات واضحة في عدة أمور أهمها أن الإنسان لا يكون ملاذا للإرهاب بالفعل بستة أشهر أو بسبعة أشهر المجتمع الدولي لم يستطيع أن يقدم نموذجا واحدا أن حركة الطالبان ترتبط بتنظيمات الإرهابية أو أن أفغانستان على الأقل ليس آمن بالنسبة للتواجد الأجنبية وتواجد المواطن الأفغاني بالشكل العام هناك تواجد هناك تردد في الولايات هناك فتح السفارات بعض الدول وهناك تواجد الدبلوماسيين الدوليين في أفغانستان ورغم كل هذه الظروف التي قدمتها الحكومة الأفغانية لكنها لازالت تحت ضغوط دولية وضغوط أمريكية بالضبط لعل هذه الضغوط ليست ضغوط طلبات لمستقبل الأفغانستان ضغوط إعدائية الولايات المتحدة الأمريكية أخفقت في تقديم نموذج واضح للمواطن الأفغاني والأفغانستان نموذج سياسي الذي كان منذ أكثر من ثلاث سنوات وهم يحاورون سنتين أو 18 شهراً الحوار الأفغاني الطالبان الأمريكي ثم الحوار الأفغاني الأفغاني ولم يستطيعوا أن يقدموا رغم تواجد الولايات المتحدة الأمريكية والمجتمع الدولي في أفغانستان لم يستطيعوا أن يقدموا نموذجاً سياسياً واضحاً يكونوا مقبولاً على الأقل ورغم الوعودات الكبيرة من حركة طالبان في موضوع حقوق الإنسان وموضوع عدم التدخل في الحريات أنا أعتقد أن حركة طالبان قدمت مثل هذه الضوابط طبعاً نحن كما نعرف من حركة طالبان وهي قدمت نموذج واضح للحكومة أو على الأقل رؤيتها في الحكومة في تسعينات كانت حركة يعني لازالت حركة دينية قراءتها المتشددة تجاه قضايا أهمها قضية المرأة وحقوق حريات الفردية أو حرية الحقوق الإنسان وما إلى ذلك لكن نحن إذا ما نظرنا إلى الواقع يختلف تماماً عما كانت حركة طالبان سابقة أن المرأة الآن تذهب وتتجول في شواري في كابل أنا أرى المرأة أنها تتجول في شواري وليس هناك أي تغيير لم تمس أي تغييراً نعم أن الحركة منذ عشرين سنة وهي تحارب الأجل أن يكون هناك نموذج إسلامي وليس نموذج سياسي وهذا أهم شيء لدى الحركة الطالبان وبالفعل إن صح التعبير ضحت لأجل أن يكون هناك نموذج إسلامي في التسعينات لم تستطيع أن تتعامل معها الولايات المتحدة الأمريكية بهذه القراءة الدينية المرأة منعت بعد 15 أغسطس عندما جاءت الحكومة لحركة الطالبان لكن منوعها لم تكن أن الحركة لا توافق بأنها تذهب إلى التعليم تذهب إلى الجامعة تذهب إلى المدرسة وأنها تعمل في القطاع الخاص أو في الدوائر الحكومية بدأت الجامعات ومنذ ثلاثة الأيام بدأت المرأة تعود والبنت تعود للمدرسة ولازالت المدارس في أفغانستان لم تبدأ بعض في المناطق الباردة هناك عندنا في أفغانستان مناطق باردة ومناطق غير باردة فالسنة الدراسية لم تبدأ لكن الجامعات بدأت على مستوى أفغانستان المرأة ذهبت إلى دوائر الحكومية لكن ليس على مستوى العالي على مستوى الوزارة على مستوى نائب وزارة لكن على الأقل المرأة تذهب لكن هناك حرية لا توجد قيود على المرأة كما تذكر بعض التقارير والأخبار نحن إذا قررنا بين المرأة التي كانت تحرير المرأة أو حرية المرأة في ظل الاحتلال الأمريكي نعم هناك قيود على المرأة لا تذهب أن تذهب وهي كما تشاء وإنما في ظل إطار معين التي حددتها وزارة أمير بالمعروف أنها هي المنكر أو القيادة في حركة طالبان أنها لا تتجرأ بقيم إسلامية وإنما هي تذهب وتعود ولها تواجد في قطاع خاص يعني هناك المرأة منذ أغسطس يعني منذ أن أعلنت الحكومة الطالبانية في أفغانستان هي لم تمنع عن العمل في قطاع خاص إنما الدوائر الحكومية فالحكومة كانت تصير على أن يكون هناك إطار معين لعمل المرأة يعني الشكل معين لعمل المرأة ولا هذا لا يعني أن المرأة لا تذهب وإنما كل بلد أو كل الحكومة لها قيام ولها يعني يكون لها ما لها وليها ما عليها لكن على الأقل أن الحكومة الأفغانية لا تمانع المرأة أن تذهب يعني كان هناك المرأة الآن قبل الشهر لعلكم لا رأيتم في الإعلام أن الدفع الأولى لأربعين إمرأة تخرجت في الداخلية الأفغانية هي الآن شرطية يعني تشارك في عمليات نحن منذ أسبوع نحن نسمع عن عمليات التصفية في كابل وفي مدن أخرى كذلك المرأة برفقة الشرطة يعني المرأة الشرطية يعني الشرطية يذهبون معنا إلى البيوت ويقومون بعمليات التصفية وما إلى ذلك هذا يعني أن هناك إرادة على الأقل هناك يعني ليس هناك رؤية سلبية تجاه عمل المرأة تجاه مشاركة المرأة وإنما القراءة الدينية التي لعلها تكون في ضل يعني لعلها بمرور زمن تتغير كل هذه ما ذكرت يعتبر نقلة نوعية في الحرية إن صح التعبير أن تذهب وتعمل في مثل هذه الوظائف المرأة يعني نقلة نوعية لكن دعنا نتطرق إلى ملف آخر وهو الوضع الاقتصادي في أفغانستان الآن بظل انشغال العالم بهذه الحرب الاقتصاد الأفغاني أنت تعلم الأموال المحجوزة في وعودات للإفراج عنها إلى أين وصل هذا الملف؟ طبعا بعد الحكومة لطالبان وبعد أن كان هناك مقاطعة تامة من المجتمع الدولي مقاطعة عدائية تجاه الشعب الأفغاني وليس تجاه طالبان يعني سواء كل هذه الأموال التي جمدت في يعني كان هذه الأموال لم تكن لطالبان حوالي أكثر من سبعة مليارات دولارات في الخزانة الأمريكية جمدت هذه لم تكن أموال لحركة طالبان هذا واحد وشيء ثاني أن التعامل العدائي مع منع جميع المساعدات مع الشعب الأفغاني أو مع جميع المشاريع التي تخدم الأفغان بشكل عام كل هذه أدت إلى أن يكون هناك صورة مأساوية اقتصادية سعبة في أفغانستان وإعلان الرئيس الأمريكي عن أن الأموال هذه أو تصرف على الأقل تصرف الرئيس الأمريكي في أنها تكون ثلاثة مليارات دولارات لأجل أن يقدم لضحايا 11 سبتمبر فكان هناك تنديد أو كان هناك مظاهرات شعبية ضد كل هذا القرار لكن القرار لازال فقط القرار الأمريكي لازال هناك تقديم الأوراق قبل أيام كان هناك تقديم ورقة باسم الشعب الأفغاني للمحكمة الأمريكية كي تراجع هل هذا القرار هو يمشي على وفقا لكل هذه الأمور يعني الجانب الحقوقي لهذه الأموال هل القرار الرئيس الأمريكي هو أنها يعطى للمساعدات هل هذه تذهب إلى المساعدات هل هذه هي حقا أن أفغان كأفغان هذه الأموال تكون ضحية لهؤلاء الذين في 11 سبتمبر فأفغانستان دمر عكس كنا نتوقع أن يكون أن الدول التي شاركت في دمار أفغانستان حيث في الأطلسي وأمريكا كان توقع أفغان أو كمواطن أفغاني كنا نتوقع أن يكون هناك مساعدات لإعمار مجدد لأفغانستان في ظل هذا الدمار والحرب لعشرين سنة لكن فيما يبدو أن الموقف الحكومي والموقف الشعبي والموقف الدولي على الأقل في بعض الشأن أن يكون هناك إعادة النظر في قرار الأمريكي ولعله لا يمشي مع هذا القرار لعله يكون هناك قرار يغير أو يساعد على الأقل الاقتصاد الأفغاني حتى لا يذهب كل هذه الأموال هباء منطرة وفي ظل هذه الظروف الصعبة الاقتصادية التي لازالت يعني مستقبل أفغانستان الاقتصادي مجهولا أمام المواطن هل سيكون هناك يعني التعامل الاقتصادي مع استمرارية هذا النظام بهذه الصورة أو لا يكون على الأقل هذه الصورة أو هذه الحالة التي تفقى كأموال المواطن الأفغانية نعم نعم ملف الاعتراف الدولي إلى أين وصل؟ ألا تظن أن هناك مماطلة في الاعتراف الدولي بطالبان؟ يعني ملف الاعتراف الدولي لازال أهم قضايا سواء للحكومة الأفغانية أو للمجتمع الدولي فهناك الاعتراف غير رسمي بدأت بعض السفارات فتح السفارات على الأقل أو تفويض السفارات إنسحة تعبير إلى طالبان باكستان وافقت الصين وافقت على ذلك وماليزيا ودول أخرى حتى قطر ودول يعني على الأقل هذه دول التي تم قرار لأحد الدبلوماسيين من حركة طالبان أو من خارجي الأفغانية الحالية إلى هذه السفارات لكن لازال يبقى الاعتراف الدولي قيد قبول حركة طالبان كل ما قدمت تعهدات اتفاق الدوحة أهمها شمولية النظام وحريات وما إلى ذلك نعم أستاذ عبدالجبار بهيج الكاتب والباحث الأفغاني أشكرك جزيل الشكر على حضورك معنا والملف الأفغاني يعني دسم سنتعاطم هذا الملف في الأيام القادمة بإذن الله الشكر موصول لكم مشاهدين الكرام أيضا في نهاية هذه الحلقة من مسلمون حول العالم أترككم في أمان الله اشتركوا في القناة